شونكم أعزائي أحوالكم شفتي هواي من التعليقات جدي على إنه شون الناس يخافون يعيشون حقيقتهم من حاجة الناس والناس عايشين بزواجات ما مرتاحين بيها وبشغل ما مرتاحين بيها والدراسة مرتاحين بيها بس بقيها أنا مويد للناس يحجون عيب الناس شي يسوي الناس يقولون الناس أنا حاولت أعيشي بطريقة حقيقة وأخاف من الناس شو رح يقولون وش رح يحجون ومدري شنو واكتشفت إنه كل ما أزغر من نفسي على مويد يتقبلوني الآخرين مهما زغرت من نفسي ما ينقبل زغري بعد زغري بعد زغري بعد كل ما أقلل من نفسي من أحلامي من أفكاري من تعبيري من أي شي عمرهم الناس ما حيرضون وظلون يقولون لا شوية بعد شوية بعد شوية بعد وبالنهاية واحد يبقى متمرف متكئب يحسد الناس يغار من الناس لأنه الناس شو بواو عايشين أحسن من عنده واحد وبالنهاية الوحيدين لاحد يكون متكئب وتعيس وأغلبية الأحيان المرض يجي من هالحالة فأني برأيي أو اكتشفت أو بإيماني إنه واحد يقلب الوضعية واحد يعيش بحريته وكونوا كل ما أكبر متل تنتقون على أفكاركم وأحلامكم وكل شيء وهم الناس اللي محظوظين اللي يكونون أصدقاكم فكل واحد يبش حر يحكوا تنفسوا تصارف وتصارفات اللي تريدوها كل ما الناس حيغارون وندقون الشون وهالأشياء هاي إذا واحد ما يدير باله وعايش حقيقة هو رح يسوي ليسوي trend setting هو رح يجي الناس أما يحبوا وأما يقولون إيه إحنا ريض نكون صديقتها أو صديقها أو هالأشياء هاي قلوب الوضعية ولا تخلوا الناس هموا بينكم وبين حقيقتكم بينه وبين الله حقيقة حتى صارت عباداتنا خوفة من الناس وليس حبا إلى الله كل شيء نقلب صار خوف وعيب وما يصروا الأشياء وبدأ ما نقول حب 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 نفسي حب لكم حب لله حب للكل حب للكل خلص خوف خلص خوف ماكو حاجة إلى الخوف هذا قديم الخوف الجديد الحب مع نفسنا مع بعض مع الله ما أعرف إذا هذا فاتكم لو لا بس هاي هاليوم حقيقتي وحقيقة أفكاري ودزولي اللي تريدون أحكي علي موضوع على موضوع أحكي علي مرة أسبوع الجاي أحاول أتحسن أنا بالتعليق شو أنا أستخدم اليوتيوب بس أحاول قلوني شو تريدون وأنا هحكي على الموضوع مع كل حبي كل حبي لكم اشتركوا في القناة